العتيقة بمدينة فرندا بولاية تيارت لا يزال هناك أناس طيبون ويحبون التطوع والعمل الخيري رغم بساطة حياتهم الاجتماعية محمد محمد واحد منهم تعرفوا الحكايته في هذا القرباش هو عم محمد من مدينة فرندا بيتيارت رجل ظل وما زال وفيا لتقاليد عمله اليومي فما زال عم محمد يواصل مسيرته في المشاركة في طلاء أحياء مدينته وعلى مدار سنوات طويلة في إطار عمله ذمن الشبكة الاجتماعية حيث يعتبر عمله جهادا لخدمة بلدته في مختلف الأعمال وإن كانت شاقة على أشخاص في مثل سنه أنا مواز محمد أعمل في البلدية في رندا إنسان متطوع ودخلت البلدية مولة 17 عاما في عمري 53 عام كنت أخدم شبك 17 عام هذه شبك هذه خدمة ومن لي فوتوني فاكاتر عندي وحدة 15 عام 16 عام وما زالنا اليومي نعليك رانا ندمرك رانا نجاهدك الزيهاد البلاد عليها الزيهاد وأنا نبغي البلاد يتقلي نخدمها ولي جات نخدمها ماشي مثال غير بنته ولا ولا جار ديني يزداج لكونات لي جات أنا مهم نبغي نصور هذلك الدورة وحلال النهالي نخدم نفرح والنهالي ماكوش خدام ماكوش ملاح فرغم بلوغ عم محمد العقد الخامس من العمر إلا أن النشاط لا يفارقه كما لا تفارقه الإرادة في حب النظافة وتعميمها على كل المدينة ليبقى مثالا للرجل البسيط والقوي بعمله فيومياته لا تكاد تمر دون طلاء الأرصفة أو نظافة الطرقات والعناية بأشجار الحدائق كأتنا تدرت عليهم ما خليتوا لنا نهمبر أنا لي جات نخدمها راني من بكين ندمر اليوم نعلك نغرس السجراء حاشك زيقوية ما خليوانه النظافة مهم النقل الله يفتع عليك بها رحوة عند ربي إن شاء الله مريجلين نحن إن شاء الله بربينا أنه واحد مننا سنبغي البلاد تتنور تتنور وبغاو يخدموا في اللي اللي بغاو فالنهار أنا واحد من الناس أني فورنوتير القيسيس حقوني رمي عرفت عمي محمد يضع نفسه متطوعا في كل ساعة وحين وخير دليل عائلته التي تلمس من خلال أفرادها نشاطه المكثف يوميا حيث يبقى الساعات الطوال خارج البيت مما جعله معروفا لدى كامل أبناء فرندا الذين يطالبون اليوم بتقديم مساعدات له وتثمين عمله من خلال تكريم كل مجهوداته بمنصب وأجر قار لتسهيل إعالة عائلته هنا في العائلة تقريبا نقول رانا نشوفه غير مالحشية حشية وقلت لك الصباح يخرج بكرك رانا نتلاقى وغير في الهيل نتلاقى وديك شوية وبأي نبل يرقل بكرك من خدهم الصباح يوميا تقريبا خدهم الجمعة قليل وين رانا نلقاه هذيك الجمعة ديفوها الجمعة وراه يكون خدهم راه يروه يخدم مخاطراش قم يكونش خدهم ما يقعدش فتا موالف ذيك الرئيس متاع الخدمة وقعد بر نجي يشوف راه كبر على هذا الخدمة راه كبير بالسياف وما هو شيطيق وراه مريض نتمنى وكي ما قلت لكم الدولة إن شاء الله برب يتعاونه ولا يشوفوا حل ولا يدبروا معه ولا يبدلوا له الخدمة هذه يشوفوا لك أشخدمة شوية قدل الوضعية تعهذة اللي راه فيها ذروك يعني في الحالة الاجتماعية تحسين الحالة الاجتماعية وإن شاء الله برب يحنا نتمنى ويحسنوا لها الحالة الاجتماعية بالقرافية لذين عام خدهم وراه ما هو اشتيتيل راه فوقاتين من حيث كلنا صار هو خدم في هذه الخدمة احنا نطلبهم من الدولة ومن المسؤولين تواعنا يعاونوا يريحوا شوية راه كبير ويزيد يعاونوا راه في الأسرة راه عندها ودهم تزوج راه عندها ذريري عندها لازم يعاونوا يديروا لاغي حل حل خاش علها ذروك هو ليستهل صراحة فرندة قاكم بلي بلا مناظر آنايا فرندة قاكم بلي بيها بالمسؤولين تيحها بولادها يعرفوا بلي هو الواحد لي بدأ الخدمة من ثمانية ما يكمل هاشتها للستة وفرندة متدخلها للخارجة هو مبنتها هالها ذرا أنا تحمل المسؤولين تياليا لازم يريحوا هذا الانسان مواز محمد انسان ما شاء الله من اللي نشفاع ليه رفيع عمري وما نفوت مجهة بلدية فالخارجة فالدخلة انسان خدام انسان الله يبارك فيه ان شاء الله بعد ما نقول فيه انسان ما شاء الله ولاده ثاني الله يبارك نعطي مثال لفرندة نتمنى مش شابه بتاع فرندة ان شاء الله بربي بيكونوا كما هذا الانسان والله اكثر فبالنظر الى ظروفه الاجتماعية المتواضعة ومرضه مؤخرا الا انه لم يمنعه ذلك من العمل وتقديم الافضل لبلدته التي يحبها من القلب حبا تجسد في عمله اليومي وعندي ولاد عندي خمسة والله يبارك عيش غير ربي الحمد لله ربي سبحانه ما نقولك اكعرف دي جاشة هارية البلدية انا غير ربي سبحانه راشاية فياك ودعوت الخير والخدمة البلد الجهاد هذا هو اللي رام معاوني هادي ياما تدخل في السبيطار وعيو كي قوي يهدروا في البحر وحفوت وقوي أبمنا وقلتوا ما انا الله غالب ان انا قاع امرز وننبغي نختم كلمة الاخيرة نطلب من القاناة النهار الله يجع ربي نوركم كما فرح تيوبين الله يفرحكم فرندة راي هناك انا خيك شو فرندة راي في القرد صدقني البلد راي في القرد ورانا قاعد مع البلد غدا يمتقي اياما ان شاء الله يارب العالم عمي محمد يبقى مثالا حسنا لأبناء بلدته وقبل ذلك لأبنائه رجل صنع الاستثناء ببلدته فرندة فكسب بذلك احترام نفسه واحترام الجميع ليصنع من اللاشيء محيطا جميلا عبر كل حي يمر من خلاله اشتركوا في القناة النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى تواصل معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة